الدرس التاني عندنا بعنوان الكسر كجزء من مجموعة. هنبدأ اول حاجة كالعادة بيقول لي اكتب الكسر بحسب الجزء الملون. طيب احنا عندنا قلنا ده جزء من اربعة واحد نين تلاتة اربعة. اربعة يعني ربع. تمام. وده جزء من كام واحد نين تلاتة اربعة خمسة. واحد على خمسة. ايه الاختلاف من الدرس ده والدرس اللي فات? ان الدرس اللي فات كان بيديني شكل واحد. وقسموا اجزاء. هنا بيديني لأ اشكال منفصل عن بعض. فمجموعة. مش وحدة. طيب هنا عندنا واحد ادين تلاتة. باخد واحد منهم يبقى تلت. هنا بيقول لي كمل باستخدام اصغر من اكبر من او يساوي. فبيقول لي النص والربع. مين اكبر? تمام. طب احنا نبص كده على الرسمة. نفهمها من الرسمة. شايف النص قد ايه? اهو. تمام. ده اكبر ولا ده? ها. مش ده. العليمين. لو اسمنا نصين هيبقى ده. يعني انت لو قلت لك تاخد نص برتقانة ولا ربع برتقانة? اكيد النص اكبر. يبقى النص اكبر من الربع. تمام? بعين اهو. حتة الصفرة. هنا اكبر من هنا. طيب التلت والسوتس. شايف التلت قد ايه? كبير. صح? لكن السوتس. اصغر. يبقى التلت اكبر من السوتس. عايزة لو كده اهو. ده قد ده. لكن التلت على بعضه اكبر من السوتس. تمام? طيب هنا النص ده والنص ده. مين اكبر? ممم. لأ النص هو نفسه النص. شواء كان كده او كده. يبقى احنا نتعلم حاجة جديدة هي? ان انا لو قسمت حاجة نصين بالطول او بالعرض هي هي. او بميلة. يعني مسلا لو عندي كده مربع. تمام? ومربع. ومربع. عادي اتنين مسلا انا وصاحبي هنخرج وعايزين نقسم الرغيف دم بيننا او اي حاجة. تودو مسلا براونيز اي حاجة. فهمسك كده? كده انا قسمته نصين. طب لو قسمته كده هي هي. لو قسمتها كده هي هي. اسمتها كده هي هي. ما يجيش اضحك علي يقول لي ايه? لا انت كده اشتغلتني. لأ. دول نصين قد بعض. دول قد بعض. دول قد بعض. دول قد بعض. يعني النص بيساوي النص. طيب التمن والخمس. من الرسم مين اكبر? التمن هو صغير. والخمسة اكبر. يبقى التمن اصغر من الخمس. بعيدنا من الرسم. طيب بيقول لي في الشكل ده الورد نصه اصفر. ليه? عندنا كم وردة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. كم واحدة منهم صفرة? واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى نص الظهور صفرة. صح? وكام احمر? واحد اتنين من تمانية. يبقى كام ربع الزهور حمرة? صح? ربعهم ليه? لاني في اتنين. 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 انا قسمت الزهور لاربع اجزاء. كل جزء في وردتين. يبقى ربعهم احمر. طيب قدي ايه منهم? اصل ازراء. هم تمانية. وانا عندي واحدة منهم. واحدة من التمانية زرقة. يبقى تمن الزهور زرقاء. يقول لي حوض حسب كسر المعطى. بيقول لي نص. يعني انا عايز المربعات دي اخد نصها. هم كان مربع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. نصهم. يبقى احوض النص. او نصهم خمسة. خمسة وخمسة بعشرة. انت هتهد خمسة وانا خمسة. يبقى ده النص. طيب هنا عايز ربع دول دول كام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ربع التمانية اتنين. صح? اهو ربع ده ربع. وده ربع. وده ربع. وده ربع. يبقى انا قسمته الاربع اجزاء متساوية. طيب هنا عايز الخمس. يعني ايه? يعني نقسمه الخمس اجزاء متساوية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هم عشرة. اخمسهم اتنين. اهو اتنين واتنين. واتنين واتنين. يبقى الخمس اتنين. خمس العشرة اهو. طيب دول السوتس بتاعهم بكام? هم كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. يبقى السوتس بتاعهم اتنين برضه. كده انا السمطوم لستة اجزاء متساوية كل جزء اتنين. بيقول لي وصل كل كسر بالشكل الذي يوصله. خمس. خمس يعني ايه? يعني واحد من خمسة. يبقى انا المفروض يبقى عندي خمس اجزاء وهاخد منهم واحد. ايه الشكل اللي في الكلام ده? واحد نين تلاتة اربعة خمسة هم خمسة وهاخد منهم واحدة يبقى ده خمس. تمام. طيب سبع سبع يعني عندي سبعة اشكال وياخد منهم واحد. طيب نبص هنا واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. دول تسعة وخدت منهم واحد يبقى مش سبع. طيب دول واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. يبقى سبعة خدت منهم واحد بقوا سبع. طيب هنا دول واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. وتسعة يبقى فعلا ده تسعة. واحد من تسعة.